رصدت قناة المملكة بخالفات لانتشار حضائر أغنام ومواشي عشوائية وسط الأحياء السكنية وعلى أرصفة الشوارع في منطقة عين الباشا وكانت وزارة الإدارة المحلية قد عممت على البلديات الشروط الواجب الالتزام بها عند تخصيص أماكن لبيع الأضاحي بما يتمشى مع الظروف الحالية جراء أزمة كورونا مشترطة أن تكون مواقع بيع الأضاحي خارج حدود التنظيم وبعيدة عن السكان والشوارع الرئيسية وأن لا يكون المدخل والمخرج من نفس المكان وضرورة توفير خزانات أرضية لتجميع دم الذبائح لنقلها بسهولة من محافظة المفرق مرسل المملكة أنس الحرحشة أهلا بك أنس كل عام وأنتم بخير وجميع أهل المفرق والأردن بألف خير بداية ما مدى الإقبال على شراء الأضاحي أنس نعم زرالدة حقيقة نحن الآن نقف في أحدى مواقع بيع الأضاحي في محافظة المفرق هذا الموقع يخصص سنويا لبيع الأضاحي في المحافظة لغاية الآن الحركة شبه خفيفة في محافظة المفرق لا إقبال على الأضاحي لغاية الآن لا نعلم إن كان هناك ارتفاع في الأسعار أم أن الأوضاع الاقتصادية لدى المواطن الأردني هي من تبرر ذلك كما نشاهد لا يوجد حركة من قبل المواطنين على حضائر بيع الأضاحي هناك حركة خفيفة جدا في هذا الموقع الذي دائما ما يعج بالأهالي الذين يريدون شراء الأضحيات في عيد الأضحى بخصوص الأسعار البلدي دائما سعره أعلى من سعر المستورد بفرق يصل إلى 70 دينار لربما هناك بعض التجار يشكون من زيادة أسعار الأعلاف التي تؤدي إلى زيادة سعر البلدي بينما المستورد لا يحتاج إلى هذه التكلفة العالية من الأعلاف وغيرها سبب ارتفاع أسعار البلدي هو ارتفاع سعر الأعلاف والتخزين والمياه وغيرها من الأمور التي يتكبدها مزارع الثروة الحيوانية في محافظة المفرق وغير محافظة المفرق أما فيما يتعلق في المستورد فهو لا يحتاج لهذه التكاليف ما يؤدي إلى انخفاض سعره للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أحد تجار المواشي في عيد الأضحى أبو محمد إذا سمحت نتحدث اليوم عن الإقبال لشراء الأضحى قبيل عيد الأضحى بيوم ما هو الإقبال من قبيل المواطنين والله الإقبال شوفت عينك فرج أنت أحكم بنفسك يعني الإقبال ضعيف ما في اليوم شويها ومبارح وسلامتك وهذا تاجر حلالي عمي كم رأس بعت مبارح وأنا بعت ثلاث يعني هنا جور نقل هنا مياه أنت كأخزان المياه يكونون عبيب ثلاث ونصف أربع يطلبون خمسة كله يرفع كله يرفع وعلى ظهر مين هظهرنا إحنا طب إذا تحدثنا البلدي دائما أغلى من المستورد طبعا أغلى ليش؟ يعني مطون الشعير يبيعون إياه مئة وسبعين دينار مئة وخمس سبعين وهذاك كله بره مش مدعوم من الضرع من الصوية من غيره من غيره مش تكلفة هاي تكلفة وانت عارف كمان حشرة الدنيا بخلال الأزمة كورونا هاي كله علف 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 ويش بدك تسوي بخصوص المواقع ملتزمين أنتو بشروط السلام العامة؟ طبعا هيك شايف أقل شبك بعد أن الثاني أحوالي عشرين متر وبعدها حركة الناس هاي لما تكون مفتوحة الساحة ما يصير تزدحاب ما يصير تجمع أما تيجي البلدي يقول لك بدنا نقول لكم لحطكم سوق الحلال روح شوفوا سوق الحلال غبر التراب لو لك عطشان بدك كواسة ميبادة ما تلاقي تشتريها بدك توكل ما تلاقي توكل وين تروح؟ بدك سيارة رايح جاء بستوكل وتشرب هل هنا خلاف على هذا الموقع؟ يعني هذا الموقع سنوي هل هنا خلاف على هذا الموقع؟ كل سنة نحن بنحطه وأجوا قبل يومين ثلاثة قالوا نعطيكم ذرات ترحلوا قبل العيد بيوم طبعا أنا اللي دافع من مية ولا خمسين ولا مئتين دينار مي وعمال ونقل أحساب مين هذول؟ تدفعها للبلدية؟ أو غيره؟ تدفع مين يدفعها؟ مين يتحملها؟ وبعدين اللي بيع له ثلاثة أربع روس باليوم شو يربحن معه؟ خلنين يربحن عشرين ليرة شو طلعنا؟ والما بسوا تراب هاي الناس كلها فمية مليانة تراب طيب لا تتوقعوا أن تزيد الحركة خلال أول يوم؟ الخسران هو الأردنيين بس ما حد خسران غير الشعب الحركة لا تتوقعوا أن تكون بازدياد خلال اليوم الأول والثاني لأيد الأردني هذا يدرب العالمين إن شاء الله بس على وضاع اللي شفناه نحن لمسناه إذن زرالدة كما استمعنا لأحد تجار المواشي هناك بعض المعيقات والصعوبات للتواجه تجار المواشي في محافظة المفرق سيما في ارتفاع أسعار الأعلاف لدى مربيء البلدي في محافظة المفرق وغيرها من محافظات المملكة أيضا المستورد يغزو السوق بأسعار قليلة كونه لا يحتاج إلى تكلفة عالية المواقع هنا يلتزمون بشروط السلام العام هذا الموقع سنوي في محافظة المفرق كل سنة يكون هناك تواجد لمربيء الماشية لبيع الأضاحي في محافظة المفرق لربما قال التاجر أن البلدية تريد نقلهم إلى سوق الحلال الذي يبعد عن هذا المكان بنحو 5 إلى 6 كيلومترات غرب المفرق أو شرق المفرق ولا يوجد فيه خدمات بحسب التجار إذن الحركة قليلة في محافظة المفرق زرالدة لا إقبال من قبل المواطنين قبل عيد الأضحى بيوم واحد يتمنى التجار أن يكون هناك إقبال خلال اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الأضحى نعم أنس من الواضح أن أثار أزمة كورونا ما زالت تنعكس حتى هذه اللحظة شكرا لك أنس الحرحشة من محافظة المفرق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك